بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بكم كل متابعين الكرام في فيديو جديد وحلقة جديدة النهاردة هنتكلم مع حضراتكم على الدهب وأفضل استثمار ممكن حضرتك تتعامل فيه الأيام القادمة من حوالي عشر أيام قلت لحضراتكم اشتروا دهب كمان قلت لحضراتكم إن الشهادات كانت غير مرضية بالمرة وده صب في مصلحة الدهب قبل الشهادات بشوية قلت لحضراتكم لو كانت الشهادات مرضية والعائد عليها عالي هنشوف مطب صغير كده هيقابل الدهب وبعد كده هنشوف الدهب بيرتفع مرة أخرى بالفعل كانت الشهادات غير مرضية للناس وكمان شفنا ده بيصبوا في مصلحة الدهب وكمان قلت لحضراتكم إن كل شرايح المجتمع مستثمرين ناس سعديين فنانين بنق مركزية سواء في مصر أو في الدول الأخرى كل العالم بيحول العملة بتاعته لدهب أيا كان نوع العملة ده أنا قلت لحضراتكم قلت لحضراتكم اشتروا دهب على قد ما تقدروا اللي مش بيحتاج العائد بتاعه يشتري بيه دهب واللي بيحتاج جزء وبيشيل جزء منه ومش بيحتاجه ما تعملش شهادة غير بالجزء اللي حضراتك بتحتاج العائد بتاعه فقط لأنه ما كناش شايفين إنه الدهب هيرتفع بصورة جنونية في الأيام القادمة ولكن كنا شايفين إن الانخفاض هيكون بسيط جدا جدا وبعد كده هنشوف ارتفاع في أسعار الدهب بقالنا 3 أو 4 أيام بس شايفين انخفاض في سعر الدهب هل دايق حضرتك لو اشتريت دهب أبيعه ولا ما بيعوش اوعه وتتخلوا عن جرام واحد من الدهب ضم طب صغير خالص وبعد كده هنشوف برضو ارتفاع في أسعار الدهب كان من الطبيعي ومن المنطقي بما إنه فيه شهادات موجودة في السوق إنه نشوف سحب السيولة ونشوف إنه الدهب بينخفض أسعاره لكن ده ما حصل شويه كمان شوفنا بدأنا نشوف استقرار بسيط وبعد كده ارتفاع في أسعار الدهب ودلوقتي فيه انخفاض بسيط بس عشان تكونوا حضراتكم عارفين كل اللي بيحصل في السوق اللي بنسمعه دلوقتي وكمان تحرك الدولار وكسر حاجز الواحد وثلاثين ده كله بيصب في مصلحة الدهب ومن المتوقع إنه نشوف ارتفاع في الأيام القادمة طبعا كلنا عارفين الدولار لو بثلاثين يبقى حضرتك بتشتري الدهب بخمسة وتلاثين وبستة وتلاثين طيب لما شوف حاجز الدولار وصل واحد وتلاثين وبدأ يكسر حاجز الواحد وتلاثين وبدأ أنا نتكلم عن إنه هيرتفع لخمسة وتلاثين وستة وتلاثين يبقى أنا كده في الأيام القادمة هشتري دهب بتسعة وتلاثين وباربعين يعني القادم ارتفاع مش انخفاض طيب أنا أعمل إيه دلوقتي أنا مشتريتش دهب أشتري ولا مشتريش اشتري بأي سعر أنا ليه بقول لحضرتك اشتري بأي سعر بقول لحضرتك اشتري بأي سعر لأنه في الأيام القادمة الأيام اللي جاية دي هي الوحيدة اللي ممكن ر MAY Australians أمشوا بيها بطريقة المضربة أنا عمري مشجعت حد أن أشتري دهب بطريقة المضربة لكن دلوقتي وبعد اللي بيحصل في السوق أسعار الدولار في الأيام القادمة وعلى عكس كل توقعات العالم كله انه عالميا هيكون فيه انخفاض في اسعار الدهب علشان خاطر سياسات البنك الفيدرال الامريكي في الايام القادمة لكن عندنا هنا في مصر الموضوع مختلف عندنا هنا في مصر إلا هيشتري الدهب النهاردة والجنيه الدولار بدأ يكسر حاجز الواحد وثلاثين هو بدأ يرجع تاني بس بدأ يكسر حاجز الواحد وثلاثين لو حضرتك اشتريته النهاردة وهو اصلا كده كده مصعر بالاربعة وثلاثين والخمسة وثلاثين يبقى حضرتك لو حبيت يبيعه بعد فترة مش كبيرة يبقى حضرتك هتكسب ما بين اربعة لخمسة جنيه المفروض في سعر الدولار انا جده بتكلم في تسعير الدهب بالدولار هي بتتحسب كده طيب لو انا مش بشتري بهدف المضربة هقول لحضرتك كده المكسب هيكون حاجة تانية خالص بمعنى انه حضرتك ما تعملش الصفقة دي او ما تحكدش صفقة حضرتك في الدهب باقل من سنة يعني بمعنى انه حضرتك زي ما بتصبر على الشهادة سنة واثنين وثلاثة وكمان لما بتيجي تكسرها وبتخسر فيها لأ هنا حضرتك هتشتري الدهب وتحتفظ به نفس المدة ويمكن مدة اقل كمان احنا بنقول لحضرتك انه حد ادنى سنة لحد عشر سنوات معاك الدهب بيتضاعف قيمته سنة بعد سنة الدهب هو الملازل الامين الامن والوحيد في الايام القادمة بنشوف حاجات كتيرة جدا والاول مرة في حياتنا بنسمع كسرة هيمنة الدولار شوف الفيديو اللي فات هتعرفوا بسبب دول منظمة وحاجات تانية كتيرة جدا ممكن تتسبب في انه الدولار ينهار عالميا مش بنتكلم محليا كلامي واضح جدا انا بتكلم فيه عالميا معلش انا مش مرتبة كلام المرة دي او الفيديو ده انا بتكلم مع حضراتك بصورة عشوائية عن كل الافكار وكل الحاجات اللي بتحصل في السوق وكل التغيرات وكل اللي بيحصل في السوق في الايام اللي احنا فيها لكن انا شفت ان دي الفرصة الاخيرة لحضراتكو عشان تشتروا دهب للي كان قاعد مستني انه تصدر الشهادة افضل الشهادة الافضل ايا كانت لو هيديك حتى 41.50% اعلى يا سيدي من التضخم بزيادة كمان 10% هقول لحضراتك مكسبك مش هيكون قد مكسب الدهب اي حد فيه حضراتكو محتفظ بفلوس اوعد سيب الفلوس جنبك الجنيه في الايام القادمة قمت بتنخفض وبدأنا نشوف مش تعويم احنا قلنا مفيش تعويم قلنا تحرير سعر بسعر في مارين بمعنى انه كل يوم هنشوف زيادة في سعر الدولار لحد ما نوصل للقيمة العادلة اللي عايزينها صندوق النقد الدولي ودول الخليج عشان خاطر يجو يستثمره عندك اللي هي 34-35 وبدأنا كمان السقف التوقعات للمؤسسات المالية الامريكية بيزيد لحد 37-38 وكمان هو مصاعر في الوقود الاجلة بـ 41 جنيه طيب انا خلاص ارتضيت انه هشتري دهب ايه صورة الدهب اللي انا هشتريه انا قلت لحضراتكم كتير جدا احنا مش رايحين نشتري شبكة احنا هنشتري دهب بهدف الاستثمار هنشيله على جنب وهنستثمر فيه وان شاء الله نكسب فيه بنسبة 100% طيب اشتري الدهب ازاي اول حاجة هتبعد عن الدهب الانلاين مش هتشتري اي دهب انلاين هتنقي سيغ يكون محترم ومعروف بسمعته المالية ان انسان كويس وانه سمعته المالية ما عندهش غش تجاري وهتروح تشتري منه حاجة من 3 اول حاجة هتشتري السبيكة المغلفة ويكون مكتوب فيها مكتوب في الفاتورة الضريبية مش بيان بيع هيكون مكتوب فيها عدد الوزن والاختام وكل شيء وتاريخ البيع والاختام وكل حاجة موودة على السبيكة الحاجة التانية تكون السبيكة حجمها قليل ليه بقول حجمها قليل فهي مع حضرتك سبيكة لحد 2 كيلو بس انا بقول انا لو اشتريت سبيكة صغيرة طبعا 24 خالص لو اشتريت سبيكة صغيرة بيكون الحجم صغير فانا لما لقدر الله اتزنأت في حاجة من فلوسها فانا بضطر بيح سبيكة صغيرة مش هروح اخصر في السبيكة كلها انا لسه بقول ما تتخلاش على هولك جرام واحد من الدهب اللي مع حضرتك تاني حاجة ما تفكش التغليفة ليه ما فكش التغليفة علشان خاطر انا الدمغة اللي بدفعها وانا باشتريها لو ما فكتش التغليفة بتاعتها لو رحت ابيحها تاني باخد قيمة كياشباك 50% اللي هو نص المصنعية اللي انا دفعتها ودي قيمة التغليفة اللي انا المفروض ما بفكهاش غير وانا ببيع السبيكة والسايغ هو اللي بيفكها الحاجة التانية هي الجنيه الدهب الجنيه الدهب عيار 21 بيكون 8 جرام 21 دهب خالص برضو لازم يكون مغلف وانا ما فكش التغليفة عشان خاطر برضو نسبة الكاشباك بتبقى عليه 50% واشتريه مكتوب في الفطورة الضريبية بتاعته الاختام والموازين وكل شيء مكتوب في الفطورة الضريبية وما يكونش بيان بيع اتأكد من المعلومة دي يكون مغلف وحضرتك ما تفكش التغليف طيب انا ما اشتريتش ده وما اشتريتش ده انا كده كده هشيل الدهب انا مش جايبه هتزين به الحاجة الثالثة لو حاببتشتري مشغولات ذهبية انا لسه بقول احنا مش بيشتري شبكة يعني بقلاش الدهب اللي مليان فصوص واللي بيلمع اللي بيبقى موجود في الفاترينة لأ هروح للسيغ نفسه الامين وهقوله اديني دهب مستعمل مش دهب كسر ليه الدهب كسر الدهب الكسر بيكون معيب بيكون في عيوب وسعاد بيكون مخلوط زيه زي الدهب اللي بتشتريه اونلاين بالزبط يبقى انا هشتري دهب مستعمل بمعنى ايه مستعمل بمعنى انا او انتي او اي حد فينا كان عنده دهب اتزنق فيه وراح بيعه فبقى موجود عند السيغ فصور الدهب مستعمل متشال عنده في الدرج مش بيشيله او مش بيعرضه مع الدهب اللي هو بيلمع اللي مليان فصوص اللي موجوده متلمع ومعمول جديد لسه ومشغول جديد موجود في الفاترينة مش هو ده اللي هنشتري هنشتري الدهب المستعمل مش الكسر خلي بالكم من المعلومة دية جماعة وبس كده هنشيل الدهب في مكان آمن له كمية كبيرة حضرتك هتستأجر خزنة موجودة في بنك وبعد كده هتشيل الدهب بتاع حضرتك على جنب وهتنسى حبتين وتنام شوية وتنسى ومش كل يوم الصبح تصحى من النوم تشوف الدهب بكامل النهاردة والدولار عمل ايه وصد الدهب والدهب والعلاقة العكسية والعلاقة الترضية وكل الكلام ده كله هننسى خالص يعني الصفقة ما تقلش عن عام وبعد سنة زي السنة دي زي دلوقتي هنتقابل وهوفكر حضرتك لما تكون كسبتين في المية سياريت ساعتها ان شاء الله حضرتكو تفتكرونا بدعوة وان شاء الله ربنا هيبارك لكم في مدخراتكو هي دي الطريقة الوحيدة اللي يحافظ بيها على مدخراتي من انها تكون موجودة زي ما هي فلوس او ورق في القيمة العادية اللي بتنخفض كل يوم الصبح وكل يوم بنشوفها بتنخفض بقيمة ارتفاع الدولار وصدها وانه الجنيه المصر هيخسر في الفترة القادمة كان عشر في المية دلوقتي يبقى خمستاشر في المية من قيمته اتمنى كده يكون الفيديو كان مفيد بالنسبة لحضرتكو في الايام القادمة هنشوف ارتفاع ياريت تلحقوا نفسكو وتشتروا دهب لو شفنا حتى انخفاض هيبقى برضو في مصلحة حضرتك لو حابب تشتري لكن هيجي بعدها صورة غير عادية وعلامات فارقة في تاريخ الدهب اشوفكم فيديو جديد وخبر جديد في امان الله اشتركوا في القناة